اشتركوا في القناة انه هذه الاموال التي سرقت من العراق هذا الفساد والنهب واللصوص هؤلاء الذين سرقوا طوال عشرين سنة وازالوا يسرقون هل يعني استطاعوا اخراج كل اموالهم خارج العراق لم يستطيعوا نعم كثير من الاموال خرجت خارج العراق نعم يعني هذا المسؤول اخذ لما ادري مليارين ذاك المسؤول اخذ لاربع مليارات هذا ما اعرفش يتخذ وبالتالي هذه الاحزاب والقوى والشخصيات التي حكمت العراق وازالت تحكم العراق منذ عشرين سنة منذ عام 2003 لحد الان ومن ضمنهم الامريكان طبعا وكل من جاءوا معهم يعني اغتنوا فيلل على شركات على ارصد على شركات طيران ما تعرف شنو سيارات طائرات خاصة كل شيء لديهم وكل العالم لكن في الفترة الاخيرة والسنوات الاخيرة كان هناك تشدد كثير على الاموال وصدرة قوانين كثيرة في كثير من الدول بدأت تشدد وبدأت برلمانات دول وحكومات دول تتحدث عن انه ما تقبل بالمال ويسألون من اين لك هذا يعني شخص يأخذ اموال من العراق ويذهب يعني يسألوا من اين لك هذا فبالتالي يجب انه تشرعن هذه الاموال وهذه عملية يسموها غسيل الاموال تبيض الاموال هذه العمليات تتم بطرق كثيرة ومن ضمنها خلال هذه السنوات التي مضت وخلال كل هاي السنوات التي مضت اموال كثيرة من الفساد هذا من النهب والسرقة بالعراق لابد لها مفرصة للخروج من الخزائن خمضل بالخزائن خمضل بالقاصات لازم تحويلها الى اموال شرعية سوولها عملية غسيل اموال تبيض الاموال وجدوا ان الفرصة مواتية امامهم ميليشيات تحكم الشارع لاحد يستطيع ان يتكلم شراء الاراضي والعقارات هذا القطاع شهد شيء طفرة غريبة عجيبة يعني اموال يعني اذا محصيت الاموال التي دفعت في هذا القطاع ستجدها اموال هائلة لا يصدقها العقل عقارات على اراضي على بساتين على مزارع كلها كلها ما للدولة ما الناس تاركيها ما الناس غعفاء استجبروا عليها يعني جبروهم بالقوة بالسلاح بالمال المهم اموال كثيرة وهذه الاموال تجيب حتى بكياس النفايات وبصناديق ملايين الدولارات توزع عشرات بس بالالاف الملايين ما اعرف هذا شيء غريب عجيب ويشترون اراضي ومزارع وبعد فترة يبيعها واذا ما باعها والمهم شرع عن الفلوس هذه وصارت صارت عمليات غسيل اموال وتمشي هالفلوس وينما كان تطلع برد وينما كان صحيفة الواشنطن بوست الامريكية كتبت قبل فترة قصيرة قبل حوالي اسبوع هنا وكثر تقرير مطول لها عن سوق العقارات في العراق وتحدثت عن هذه القضية قالت انه بهذا السوق وجدنا اموال كل القذار اللي موجودة من الفساد في العراق وكل الاموال التي يراد لها التبيض وغسيل الاموال عمليات غسيل الاموال وجدناها في هذا السوق قالوا السياسيون السياسيون في العراق هم اكثر الذين ساهموا في ايجاد هذا السوق او في دعم هذا السوق في ضخ الاموال لهذا السوق اموال هائلة من قبل السياسيين وطبعا هذا يؤدي الارتفاع اسعار مهول غير مسبوك الان بيش سعر البيوت بيش اسعار البيوت لذلك حتى الاجارات حتى الاجارات ارتفعت مو بس البيع يعني اراضي وبيوت لا حتى الاجارات ارتفعت بشكل جنوني في العراق يعني لما وجدوا من الصعب رسال اموالهم الى الخارج يغسلون هذه الاموال يسووها عملية غسيل اموال تبيض اموال شراء عقارات واراضي وبيضون هذه الاموال وبعد يعني يقدرون يمشوها يعني اقرأ في احصائي ان سعر المتر الواحد وصل في كثير من المناطق بل 2500 دولار في بعض المناطق في المنصور وصل اكثر من 10,000 دولار المتر المربع الواحد هذه ارقام خرافية عندما تحسبها وتحسب هذه 1000 متر وذي 600 متر وهاي 2000 متر وهاي 6000 متر وهاي 7000 متر فبالتالي وسيطروا على اراضي تابع للوقف تابع المعرف منه تابع للدولة تابع لامانة بغداد واخو سلطات تساعدهم وتزوير شهادات وتزوير أوراق رسمية واستثمار بالقوة وبالتالي كثرت في العراق العشوائيات عدم القدرة على امتلاك بيت السكن استولوا على اراضي الدولة استولوا على اراضي الناس الذين غادروا كثير من الناس غادروا بيوتهم غادروا مزارعهم بساتينهم ما قدروا خوفا من ميليشيات خوفا من تهديدات تركوها استولوا عليها وزورت ويوميا نسمع عن كثير من معاملات التزوير في دوار العقاري في هذه المحافظة وتلك المحافظة هذا كل جزء من هذه الناس هاجرت وتركت وهذه أموالها أراضي تابعة للوقف لا يجوز التصرف بها تصرفوا بها وباعوها واشتروها وبنهم والات وبنهم معرف منه وبنهم مطاعم وبالتالي هاي عملية اللصوصية وعملية السرقة وعملية الاستيلاء على على الأراضي والبيوت والممتلكات هذه جزء من هذا الإطار العام للفساد من هذه الماكنة الكبيرة للفساد التي تعمل واللي كل يخدموها هؤلاء الذين في العملية السياسية كلهم يخدموها لأن كلها تفيدهم وبالتالي عندما يعني إن شاء الله يأتي هذا اليوم يأتي اليوم اللي يعني يمسكوهم كلهم وخلوهم عام القضاء ويطلعون السجلات ويطلعون كل واحد يملك ورح يجزون هذا باسم زوجته معرف شنو وباسم ابنه وباسم بنته وباسم معرف منه صديقة ومعرف منه الشركة وبالتالي تجد أشياء مهولة يشيب لهالولدان هؤلاء سرقوا العراق في عز النهر وما زالوا يسرقونه بهذه الطريقة وبيضون أموال الآن الآن عملية غسيل أموال واضحة جدا هذه أموال سرقة بينها بالفساد وجاء من المخدرات وجاء من المعرف منه قتل وذبح وسرق ونهل يبيضوها بشراء البيوت والأراضي وهذا واقع يعني جزء من واقع العراق اليوم ما لأسف الشديد وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وأبتقيكم في حلقة أخرى على ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة